ملعب 9-7-4 وكان اسمه زمان راسة بعبود نظرا ان هو كان موجود فيه منطقة تسمى راسة بعبود وده من الاسباب اللي خلت قطر تفوز بكاس العالم ان فيه مشكلة مكانش حد لايه لحل ان ملعب كبيرا بتتعامل في البلاد وبعد ما بتخلص خلص ما حسب استخدامها تاني مفيش بطولات بتقام بالحجم دوت فهم قالوا احنا نعمل حاجة استدامة صديقة البيئة ان بعض ما يخلص هنهدي الملعب كله نفكه ونهديه لدولة صديقة وفي المكان دوت هيتعمل حاضيقه فلو فعلا فيها فكرة استدامة بيت الملعب فيه كراسي هتتفك وتهدى بيت الملعب هتفضل زم هي لكن بيش هتباب نفس الطاقة الاستيعابية اللي فيه فكت شرطها فالكراسي الاضافية فالكراسي الاضافية هيتهدى الدول الافريقية فكت فكرة حلوة من افكار الاستدامة ويمكن دي اول مرة تطبق في كاس العالم واول مرة يتعامل الاستاد كله من الحاويات ويكون جاهز ان هو يتفك حاجة روعة جدا وحاجة افكار استدامة جميلة نتمنى انها تطبق بعد كده اشتركوا في القناة